السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخصمت للغة العربية للمساوة ثانية أعدادي درس سوغ المثنى وإعرابه سوف تجدون ملخص زائد تطبيقات صفحة ثلاثة عشر على بركة الله سوغ المثنى وإعرابه نستطرق أولا إلى شروط سوغ المثنى وإعرابه يشترض في الإسم الذي يثنى أن يكون مفردا معربا غير مركب تركيبا مسجيا ولا إسناديا له مماثل في لفظه ووزنه ومعنى شريكان في عمل واحد يصلح تجريده من علامة ثانية والوصول إلى مفرده نحو رجلان مفرده رجل امرأتان مفرده امرأة العالم الإضافي يثنى جزءه الأول نحو عبد الله عبدا الله فقد جزءه الأول هناك خمسة ألفاظ لا مفردة لها من لفظها وجاءت على سيغة المثنى وألحقت به في الإعراب هي إثنان وسنتان وسنتان وكلا وكلتا مضافتين إلى ضمير أعيد هناك خمسة ألفاظ لا مفردة لها من لفظها وهي إثنان وسنتان وسنتان وكلا وكلتا مضافتين إلى الضمير إثنان سياغته سياغة المثنى وإعرابه يساغ المثنى على سورة مفرده بزيادة ألف ونون مكسورة في حالة الرفع وياء ونون مكسورة في حالة نصب والجر المراد من سياغة هو أنه يساغ المثنى على سورة مفرده بزيادة ألف ونون متى؟ في حالة الرفع وبزيادة ياء ونون مكسورة في حالة النصب والجر تحدث نون المثنى في حالة إضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير نحو يد يدان يداه يد الطفل ملطختان بالمداد نحو يد يدان يداه يد الطفل ملطختان بالمداد ثالثاً لا يثنى لا يثنى المبني من أسماء الشرط والاستفهام من؟ هل؟ أعيد لا يثنى المبني من أسماء الشرط والاستفهام من؟ هل؟ رابعاً من باب التغليب قول الأبواني للأب والأم القمران للشمس والقمر أعيد من باب التغليب نقول الأبوان للأب والأم القمران للشمس والقمر خامساً إعرابوا كلا وكلتا كلمتان تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى ضمير لا مفرد لهما وهما كلا لا تفيد المفرد نحو مثال نجح الأخوان كلاهما نجح فعل ماض مبني على الفتح الأخوان فعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى كلاهما بتوكيد معنوي تاباً للمؤكد من في الإعراب وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف ولدينا هما وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وعيد هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ويعربان إعراب الإسم المقصور أي بحركات مقدرة على الألف إذا أضيفتا إلى إسم ظاهر إعراب كلتا لذين النموذج الإعراب التالي نحو عادت كلتا الحاجتين من الحج عادت فعل ماض مبني على الفتح وتأنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب كلتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر وهو مضاف الحاجتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى من حرف جر مبني على الفتح الحج إسم مجرور وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره المحور الثاني تثنية المنقوس والمقصور والممدود أولا نبدأ بالمنقوس يثنى المنقوس بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وبزيادة ياء ونون في حالة النصب والجر نحو ألف الرفع الراعي نقول الراعيان إذا كان المنقوس نكرى وأردنا تثنيته نرد له ياءه المحتوفة نحو الراعي راع راعيان با النصب ساعدت الراعيين ساعدت راعيين جيم الجر التحقت بالراعيين لأساعدهما التحقت براعيين لأساعدهما ثانيا المقصور يثنى المقصور بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر ورد ترد الألف إلى أصلها نحو في الرفع رحى رحيان فتى فتيان مصطفى مصطفيان في النصب والجر رحى رحيين فتى فتيين مصطفى مصطفيين مصطفى مصطفيين ثالثا الممدود يسمى الممدود بزيادة ألف ونون في آخره في حالة الرفع وياء ونون في آخره في حالة النصب والجر مع إبقاء همزته على حالها إن كانت أصلية نحو إن شاء إن شاء إن شاء إن شاءين وتقلب الهمزة واوان إن كانت للتأنيد نحو بيضاء بيضاوان بيضاوين ويجوز فيها الوجهان إن لم تكن للتأنيد نحو بناءان بناوان بناءين بناوين إنجاز تطبيقات صفحة 13 الإجابة على أسئلة تطبيق لدينا أولا ثني أو ثني الأسماء آسيا المحسن الرامي كساء زرقاء فتوى الجواب أولا لدينا الأسماء التالية المحسن المحسنان الرامي الراميين كساء كساء زرقاء زرقاوان فتوى فتويان أعيد لدينا لدينا الأسماء المثنى الإسم الأول المحسن المثنى المحسنان الإسم الثاني الرامي المثنى الراميين كساء كساء لدينا كذلك زرقاء زرقاوان فتوى فتويان تانيا بين أو بيني ما يصحو تثنيته وما لا يصحو مع فكر السبب لدينا الكلمة التالية عامل كيف الرجل عائشة أصحاب إثنان الإجابة لدينا الجذوى التالية ضم الأسماء ما يصحو تثنيته وما لا يصحو تثنيته لدينا الأسماء التالية عامل يصحو تثنيته عاملان كيف لا يصحو تثنيته لأنه اسم استفهان الرجلان لا يصحو تثنيته لأنه مثنى عائشة يصحو تثنيته عائشتان أصحاب يصحو تثنيته صاحبان إثنان مما لا يصحو تثنيته لأنه مثنى وعيد لدينا عامل عاملان يصحو تثنيته كيف لا يصحو لأنه استفهام لا يصحو تثنيته الرجلان مما لا يصحو تثنيته عائشة عائشتان أصحاب صاحبان مما يصحو تثنيته إثنان مما لا يصحو تثنيته لأنه مثنى ثالثا أدخل أو أدخلي كلا أو كلتا مضافتين إلى ضمير بحيث تكون كلا مرفوعة وكلتا منصوبة الجواب لدينا نجح الأخوان كلاهما ولدينا كذلك أعادت كلتا الحاجتين من الحج نجح الأخوان كلاهما كلاهما مرفوعة عادت كلتا الحاجتين من الحج يعني كلتا منصوبة ننتقل إلى السؤال الرابع ثالثاً أدخل أو أدخلي كلا أو كلتا مضافتين إلى ضمير بحيث تكون كلا مرفوعة وكلتا منصوبة الجواب لدينا نجح الأخوان كلاهما ولدينا كذلك أعادت كلتا الحاجتين من الحج نجح الأخوان كلاهما كلاهما مرفوعة عادت كلتا الحاجتين من الحج يعني كلتا منصوبة ننتقل إلى السؤال الرابع الكلمتان هما صارمان وكلهما صارمان وكلهما يعربان إعراب الإسم المقصور أي بحركات مقدرة على الألف إذا أضيفتا إلى إسم ظاهر أعيد الكلمتان صارمان وكلهما يعربان إعراب الإسم المقصور أي بحركات مقدرة على الألف إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر خامسا ضع أوضعي مثنى أو ملحقا به في المكان الخالي برت البنتان بأمهما اعتنى العم بأكرى من المؤمن سلاة الصبح أنتج المحصول عقب الجواب كالتالي برت البنتان الأختان بأمهما أعيد برت البنتان الأختان بأمهما أكرم المؤمن الساعيين أنتج القنطاران المحصول اعتنى العم بالتفلان اعتنى العم بالتفلان صلاة الصبح ركعتان صلاة الصبح ركعتان عقب المجرمان عقب اللصان عقب الكسولان سادسا اعرب أو اعربي فأتت أكلها دعفين صورة البقرة الآية 265 الجواب كالتالي لدينا الفاء عاطفة أتت فعل ماض مبني على الفتح فعل ماض مبني على الفتح والتاء لتأنيت والفاعل تقديره هي لدينا أكلها مفعول به منصوب والهاء ضمير مضاف إليها دعفين حال منصوبة وعلامة النصب الياء أعيد الفاء عاطفة أتت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيت والفاعل تقديره هي أكلها مفعول به منصوب والهاء ضمير مضاف إليها دعفين حال منصوبة وعلامة النصب الياء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر